اهلا بيكم النهاردة جمنا لكم اسكريبتي في السريع ياربي ينال اعجابكم كنت واقفة في محل اخمرة والكل بيبص علي باستغراب ايوة شكلي لا يدل على اني حتى محجبة نص شعري باين ولقيت شاب بملامح حديا داخل علي بابتسامة جميلة تؤموري بحاجة يا انسة لو سمحت هو سهر الخمر كام السادة بخمسين والمشجر بستين شكرا وكنت ماشية رجعت لي يا انسة الخمر هيكون جميل جدا عليك كانت طيبة قوي ودلتني على الطريق السليم بس سبيتني ومات طب اتفضلي عودي نرمين هتعصر لمون هنا ممكن بقى تقول ليه لمالك انا همشي ما تخفيش انا والله ما اقذيك انت زي اختي لو حاب تتكلمه وتعيطي اتفضلي هترتاح نور صاحبتي كانت بنتي جميلة اوي وهدية كانت منقبة كانت دايما بتعلمني اكون على الطريق ازاي واصلي واقولي الاسكار ولف الطرحة تعرف اني ما بعرفش لف الطرحة انا اصلا ما كنتش محجبة كان كل اللي بيشوفني بيقول علي غريبة كنت الوحدي اي الوحيدة اللي تقبلتني بكل عيوبي كانت صاحبتي في السكن واختي كانت دايما تلف الطرحة ليا وتخليني جميلة جدا مات ماتت في حدسة كانت صغيرة ما كانتش لازم تموت كان لازم تعيش وتفرح بحياتها بس الموت ما بيختارش كل واحد جاي يقدر سالة معينة ويمشي ادعالها يا انسة هي هتكون في مكان افضل اللمون اتفضلي يا امر واخدت منها اللمون وشربت شوية وبدأت اهدى ومسحت دموعي وكنت ماشية مش هتشتري برضو مش معايا غير 35 جنيه وحسب المواصلات اختار الخمار اللي يعجبك واتفعلت ادفعيه ونرمين علميها ازاي تلف الخمار كم لفة جميلة كده من بتوعك وكلمها بهمس نرمين ادي لها خمار زيادة وقول لها انو كدوم المحل عشان اول مرة تشتري كده من هنا ماشي يا محمد يلا اختاري الظهر بيأزن هروح اصلي وزي ما اتفقت علمها كم لفة خمار شكرا لي لا شكرا على واجب انت زي اختي يلا في حفظ الله واسابهم ومشي ونرمين بتقول لها اللون الابيض هيبقى عليك جميل على الدرس بتاعك ومدت ايدها بالسلام انا نرمين اخت محمد اهلا بيكي وانا شروع تعلي بقى نختار وهقول لك ازاي تلف واختارت خمار ابيض ريئ جدا وجميل ونرمين بدأت تساعدها في اللبسه وتعلمها ازاي تلفه ومحمد دخل بعد شوية بسم الله ما شاء الله سبحان الله عالجمال شكرا لكم بجد مش هارف اقول لكم ايه ما تقوليش حاجة يا امر احنا اخواتك وتفضلي ايه ده ده كدو من المحل تاخدي خمار وعليه واحد هدية بما انك اول مرة تشتري من عندنا شكرا بعد اذنكم ومحمد بصلها بهدوء ورجع للشغل تحب المختمرات انت يا محمد طبعا ببقى سعيد جدا لما تطلع واحدة من هنا وهي مختمرة يلا يا ليه مضع الشغل ورجعت السكان وانا مبسوطة جدا قديه حلو انك تلاقي حد يسمعك ويساعدك سبحان الله قلبي نشرح وصليت العصر ونمت وعد شهرين وبدأت باللتزام بالصلاة وحفظ القرآن وبالتجويد وبدأت اغير تماما من شكلي وتصرفاتي واحساسي بقى احسن الهدوء والسكينة وبروح دروس دين كمان والدرس كان على فضل النقاب والشيخ اللي كان بيقول الدرس ده امامي طبعا يا اصدقائي كلكوا عارفينه امامي من احبابته امامي وبيقول الدرس في الجامعة النقاب في حق المرأة واجب وهو ستر الوجه وستر جميع بدونها من الرجل الاجنبي وكان في اول الاسلام لها ان تكشف وجهها وايديها عند الرجال وتخالطهم ثم نسخ الله ذلك وانزل الله آية في الحجاب وهي قوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإن سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم لصورة الأحزاب انزل الله الحجاب سعة لهن وحمايته من أسباب الفتنة والرجال أيضا وخلصت الدرس وبعدها قررت انها هلبس النقاب على انه فرض عشان ماستسهلش في ارتداءه وافتكرت أول مرة لما جيت اشتري الخمار وابتسمت بهدوء وقررت أرجع لنفس المحل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شروق ازاي؟ الحمد لله تعامل ايا نرمين وأستاذ محمد احنا الحمد لله كويسين جيت اشتري خمار ولا ايه؟ هشتري النقاب بجد؟ الف مبروك يا أمر ربنا يثبتك على طاعته الله يبرك فيك هتساعديني بقى ألبسه؟ طبعا هتلبسيه ونخرج نتغدى سوا ماشي وهو كذلك والبست النقاب وكان جميل جدا بسم الله ماشاء الله زي الأمر يا حبيبتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد شروق بقت جميلة ازاي؟ بقت منتقبة كنت متأكد انك ترجعي شكرا جدا ليك كنت بدور عليك ومستنيك ترجع لي سرقتين أفندم؟ ممكن رقم والدك يا أنسة؟ ليه؟ بفكر أكمل نص ديني وابتسمت من وراء النقاب بسعادة ودمعني زلت من عناية وبعد شهرين بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير ممكن أخذ شروق شوية يا عمي؟ طبعا يا محمد اتفضل وابتسمت وشدي إيدي ودخلنا قطي خلينا نصلي ركعتين لله سوا وابتسمت وبدأ يصلي وكان إمامي كنت طيرة من الفرحة وخلصنا صلاة وراح رفع النقاب من على وشي على فكرة أنا بحبك قوي من أول مرة شفتك فيها وقفة في المحل وكيف لقلبي ألا يحبك؟ وانت أماني وطريقي وانت روحي ترشدني لخالقي وكيف لذلك القلب ألا يعشقك؟ وانت من يحبني بصدق دون مقابل بحبك وبكده خلصت قصتنا يا رب تنال أعجابكم وقبل ما تمشوا ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة وتقولوا نوعية القصص اللي انتو بتحبوها لنا دومتم سالمين شوفكم في أمان الله سالم